القول الثاني هو مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في قول والإمام ابن حزم وشيخ الاسلام التامية وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجب عليه حجة أخرى إذا أسلم بعد الردة لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فالله سبحانه وتعالى علق الحبوط بشرطين الردة والموت على الردة والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما والآية التي احتجوا بها هي آية مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد لأن الآية أشرقت لا يحبطن عملك طيب هذه معلقة على شيء واحد لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فهو جعل حبوط العمل متعلق بإيه بشرطين فقال سبحانه وتعالى لئن أشرقت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاصرين قالوا لا يكون الخسران إلا لمن مات مرتدا والعياذ بالله لأن الخاصرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هم الذين ماتوا على القفل وهذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الارتداد الماضي لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهم وإذا زالت العقوبة والموجب المترتب على هذا وقالوا أن حبوط العمل من موجبات هذا العمل ويمين هذا أنه لو كان فعلا في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم أو سب أو شرك لم يقم عليه الحد إذا أسلم ولأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام كانت محسوبة لهم لأن حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجهلية يعني كنت تصدق وأعطق الرقاب وأصل الأرحام وأفعل كذا وكذا فهل لي فيها من أجر يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير أو أسلمت على ما سلف من خير